موسيقى فخامت رئيس الجمهورية ادريس ديبيت نويس تقبله بالقصر اسير جال الدين الاسلامي والمسيحي في البلاد رئيس الحكومة بايمي باتاكي البيريس تقبل مجموعة الصحفين الشاديين من اجل حرية الصحفة موسيقى رئيس المحكمة العليا يترأس مناسبة اداء القسم من قبل المفتش العام الجديد للدولة نصر قولوندوكسيا ويدو السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحيكم من الفضاء الشادي ونقدم لحضراتكم النشر الإخباري لهذه الأمسية ولكن نبدأها بقراءة هذا البيان الحكومي الذي قرأته وزيرة العلام الناطق الرسمية باسم الحكومة السيدة مدلين آلينجي في بيان صحفي تنقلته بعض وسائل العلام الدولية فإن نائبة وزير العدل الأمريكي كانيت بلانكو وجهت اتهاما خطيرا ضد رئيس جمهورية شاد يتعلق بعملية رشوة دولية وتبييض الأموال وإن الوزير الأمريكي اتهمت رئيس الجمهورية بتلقيه مبلغ 2 مليار دولار مقابل صفقة مع شركة صينية وإن الحكومة الشادية تنفي تماما هذه الاتهامات وتؤكد لرأي العام بأنه منذ استقلال البترول فإن رئيس الجمهورية حريص على الإدارة الجيدة والشفافة ولبسط النزاهة فقد أنشئت مؤسسات مثل وكالة مراقبة الموارد البترولية والمبادرة من أجل شفافية للموارد والصناعة الاستخراجية وإن الحكومة تبدي أسف شديد لبعض التصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين لتشني سمعة وصورة رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال البيان الذي قرأته وزيرة الإعلام الناتق الرسمية باسم الحكومة سيدة مدلين ألنبي برقية التهنئة من قبل فخام رئيس الجمهورية أدريس ديبيتنو إلى صاحب الفخام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون السيد الرئيس باسم الشعب الشادي وحكوماته وباسم شخصياً لعظيم الشرف أنا انتهزي سانحة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلدكم الجميل الجمهورية اللبنانية والذي يصادف في الثاني والعشرين من نوفمبر من كل عام أهنئكم متمنياً لكم الصحة والسعادة والسلام والتقدم كما انتهز هذه الفرسة لأكد لكم استعدادنا التام في التقدم والتعاون التنموي وتوطيد العلاقات الصداقة والتعاون القائم بين بلدين عيداً سعيداً لبلدكم وتقبلوا فائق احترامنا يا سيد الرئيس توقي إدريس ديبيتنو رئيس جمهورية شادة أيضاً مرسوم رقم مائتين الفين وثلاثة وعشرين باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث والابتكار يرسم بما يلي المادة الأولى شخصيات الآتية أسمائهم تم تعينهم في مناصب مسؤولية مختلفة بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث والابتكار مدير البحث والابتكار الدكتور زاكيني دنجنبي بدلاً عن البروفوسير أمبيلو أمبينجنام الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث والابتكار مدير الموارد البشرية السيدة تلجن دنباي دينو بدلاً عن السيدة سيكا أونورين التي استدعيت لوظيفة أخرى الهيئة الوطنية للامتحانات ومسابقات التعليم العالي المدير العام البروفوسير أمبيلو أمبينجنام بدلاً عن البروفوسير بوكاري أبو الذي استدعي لوظيفة أخرى المحهد العالي للصحراء والساحل بإيريبا المدير العام دكتور بشارة إبراهيم حقار بدلاً عن الدكتور حقار بشر سالم الذي استدعيه لوظيفة أخرى معهد المعلمين العالي بأبشة مدير الدراسات بوب أونوميني بدلاً عن سعيد حسن محمد الذي استدعيه لوظيفة أخرى معهد المعلمين العالي للعلوم والتقنيات بسارة الأمين العام الدكتور أسا دين تنباي بدلاً عن الدكتور مبينيق بن جواه الذي استدعيه لوظيفة أخرى جامعة الملك فيصل بشاد كلية الأداب والعلم والفنون نائب العميد الدكتور عثمان حسن عثمان بدلاً عن السيدة زينب تيراب التي استدعيه لشغل وظيفة أخرى جامعة منذ الأمين العام السيد جيموكو سابين بدلاً عن الدكتور باسيرينغا كيدي الذي استدعيه لوظيفة أخرى المادة الثانية على كل منوزير التعليم العالي والبحث والابتكار ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيث التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية فنجمينة في العشرين من نوفمبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو توقيع رئيس الدكتور